هلو تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض منزوات تنفع تحطيها في المطبخ وكمان ممكن تحطها في الحمام شكلها كيوت وعصرية وكمان اعملناها من حاجات كلنا بنرميها. اول حكي استعملناها جبنا البطرمانات اللي هي الصاج اللي هي بتاعت السلسة او المربة. اه بدنانا كده جبناها وغسلناها كويس. بعد كده رشناها بدهان كده لونه اسود. ممكن بقى انت اعمل الالوان اللي انت عايزها. تمشيها في دكور مطبخك. فهنفذ الفكرة بالالوان اللي انت عايزها. وبعدين قطعة قماشة كده هنسبتها من على الحروف بتاعتها. طبعا سبتيها كويس جدا. ده حطينا كده الغيرة عشان نسبت بيه القماش. وبعدين كنت بات استعمال اي لازق عندك مش لازم اللازق دوت. وبعدين كمان هنقوست كده القماشة عبارة عن قطعة كده صغيرة علشان نقدر نلزقها على جوه متبقاش مكشكشة معانا ولا مكالكاعة معانا. وبعدين هنعمل لها قاعدة من جوه من نفس القماشة كمان او من اي حتة كارتونة عندك ممكن تحطيها جواه عشان تبقى متينة معاك. والقماشة السودة حوطنا بيها كل الجناب بتاعت العلبة من جوه عشان تبقى كل العلبة مكسية من جوه ومن برا. وبعدين كده حطينا لازق علشان هنلزق عليه طبعا الخيط بتاعنا اللي هو اي خيط بقى عندك خيط المكرمية خيط الخيش ممكن خيط كروشي نفذي بيها الفكرة دية تبقى جميلة جدا. واللازق اللي احنا حطناه اسمه لازق داب الفيس عشان يلزق معيك على طول بده ما تستعمل الشمع. وكده بص من الشكل ده للشكل ده طبعا عملنا بقى مقاسات مختلفة عشان ده هنعمله منظم نحط فيه الحاجات بتاعتنا هتشوفوا في الاخر الفكرة عاملة ازاي. وجبنا حتة كارتونة او حتة كتعة خشب. وهنبدأ نحطي برضو عليها نفس القماشة اللي احنا استعملناها في الطاقم اللي احنا عملناه. وطبعا نشيلي كل الزيادات بتاعتها. وبداي حطيها بقى كده الوحدية او ممكن تحطيها على اي بروازة عندك او ممكن صانية قديمة بتستعملهاش. انا بديك الفكرة وانتي انفذيها بالحاجة المتاحة عندك. وهنبدأ بقى نلزق المنظمات اللي احنا عملناها في الخشبة اللي احنا حطناها او في كتعة الكارتون او في الصانية. فطلعت معينا الشكل الجميل ده وتممكن تستعملها بقى على المكتب للاولات تحطي فيها المدرسة. ممكن تحطيها بقى في المطبخ تحطي فيها المعالق بتاعتك والحاجات بتاعت المطبخ بتاعتك. فصراحة الفكرة جميلة جدا. وتاني حاجة معينا جبنا كده زي ما انتم شايفين جردر بلاستيكا بنستخدموهش وجبنا كارتونة طبعا. وبدا نشيل الجزء خفيفة اللي من عن الكارتونة ولزقناه حوالين الجردر بتاعنا كده داير ما يدور. وجب مدهان لونه ابيض. وبدا نقيه ندهن الكارتونة برضو داير ما يدور عشان طبعا ندير اللون بتاع الكارتونة. وبعد نجيبي بتجيبي كده بقى اي لزق عندك او اي صور عندك عايزة تلزقيها. آآ فممكن تنفى معاك في الفكرة دية مش شرط الورد ده بس. ممكن تحط اي استيكر عندك آآ ينفع يتلزق عليها. وبعد كده عشان خاطر نقفل الشغل بتاعنا هنجيب خيط الماكرمية ونبدأ كده نمشي عليها من الحروب بتاعتها من فوق ومن تحت. علشان طبعا نجمل الشكل بتاعها. نعمل كزا يخطين من فوق اخطين من تحت او تلاتة من فوق وتلاتة من تحت على حسب بقى انت الشكل اللي انت عايزايا بقى ايه. وبكده عملنا منظم جميل جدا نحط فيه ادوات بتاعت الحمام او ممكن تحطيها على التسريح وتحطي فيه ادوات الميكوب فالفكرة صراحة لزيزة جدا وسهلة جدا يا رب الفكرة تكون نالت اعجبكم. واشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد وافكار جديدة من عالم ميشو. ما تنسوش تجربوا الافكار وتكتبولي تحت.